والسؤال كيف تقاوم التجارب أو سؤال آخر كيف تنتصر على التجارب وخليني بهذا الجزء الختامي أقول عن قوات تستطيع أن تستند إليها اللي بتساعدك على مقاومة التجارب أولا أحبائي قوة الإيمان مكتوب يعني قاوموا إبليس فيهرب منكم قاوموه راسخين بالإيمان يقول الكتاب راسخين بالإيمان فإبليس زكي مش غبي بيعرف الشخص اللي عنده إيمان عنده ثقة بالله يقول الكتاب المقدس وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله تدرب على حياة الإيمان رب يزيد إيمانك والإيمان يأتي من خلال الخبر سماع كلمة الرب شيء ثاني نستطيع أن نغلب بقوة دم المسيح هل تعلم أن الشياطين ترتعب من فكرة الدم وهل تعلم أن أكثر شيء يقاوم في هذه الأيام موضوع صلب المسيح أي أن المسيح قدم نفسه فدية عن كثيرين قدم نفسه ذبيحة وقربان أن المسيح مات من أجل خطيانة وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا دم يسوع المرشوش على المنجسين بالقديم رش الدم على القائمتين والعتبة العليا فإذن أرى الدم دم الحماية نحتمي بدم يسوع المسيح قوة الدم وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت شيء ثالث نستطيع أن نغلب بقوة الكلمة تعرفوا أن المسيح له كل المجد عندما جاء إبليس أن يجربه في البرية تعرف أن المسيح استخدم كلمة الله وكان دايماً رد المسيح مكتوب مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد مكتوب أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله مكتوب لا تجرب الرب إلهك فالمسيح استخدم الكلمة الهج بكلمة الله لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى تدرب اقتبس الآيات فالكلمة يقول عنها الكتاب هي سيف الروح في رسالة أفسوس إصحاح 6 آية 17 في عبرانيين 4 آية 12 مكتوب لأن كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين فإذا نستطيع أن نغلب الشيطان بقوة المكتوب بقوة الكلمة المنطوقة بوعود الرب فنحتمي بهذه الوعود ونستخدمها كسلاح ضد أجناد الشر الروحية في السويات شيء رابع تستطيع أن تغلب بقوة الصلاة قال يسوع في أحلك الأوقات في بستان جاتسيمان ألم تقدروا أن تصهروا ساعة واحدة ثم قال اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة في الصلاة الرابعية نقول لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير يعني من إبليس وهذه الصلاة تعرفوا حبائي الرب أعطانا 24 ساعة تخيل معي لو كل مؤمن بيصلي ساعة في اليوم تقول لي طيب صعب ومجغولين أعتقد الرب حكيم أعطانا وقت للنوم أعطانا وقت للصلاة لأن الكتاب يقول صلوا بلا انقطاع صلوا في كل حين ولا يمل فإذا الله يعطينا قوة على الصلاة فالصلاة حياة أسلوب حياة إنت عايش حتى وإنت بتشتغل فيك تصلي فتخيل أنك إنت بتصلي ساعة فإنت بتحمي نفسك من التجارب ساعة واحدة وشوف كم قوة الجسد قوة الكنيسة بتكون من خلال قوة الصلاة تستطيع أن تهدم حصون تستطيع أن تدمر ممالك روحية نستطيع أن نهدم أبواب الجحيم نستطيع أن نقتحم كل الأبواب أو كل ما هو ضدنا كل آل شريرة صورت ضد المؤمنين لا تنجح بقوة الصلاة لأن الله أعطانا قوة لا تقهر قوة نستطيع أن نحقق مقاصد الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة